اشتركوا في القناة اندلاع تحجاجات منددة بمقتل شاب تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمني في عدن وإدارة سجن بير أحمد تمنع أمهات المعتقلين من زيارة ذويها اغتيال ضابط في اللواء 22 بتعز من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون وإيضا في النشرة في ذكر ثامنة لجمعة الكرامة شباب الثورة يؤكدون عزمهم المضي في مصاري التغييل وإفشار كل محاولات إعادة وإنتاج القتل إلى التفاصيل أهلا بكم اندلعت احتجاجات غاضبة في عدن تنديدا بمقتل شاب تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمني المدهمة من الإمارات وأوضح مصدر حقوقيا المحتجين أشعروا الإطارات وقطعوا طريقة جسر ربط بين مدرية البريقة ومختلف مدريات المحافظة للمطالبة بتسليم القتل للعدالة وتتهم قوات الحزام الأمني باعتقال وإخفاء العديد من الناشطين والقيادات في سجون سرية وتمارس ضدهم أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات قالت رابطة أمهات المختطفين بالعاصمة المؤقتة عدن إن إدارة السجن برأحمد الخاضع لإشراف إماراتي منعت أهل المعتقلين من زيارة ذويهن الأسبوع الثاني على التوالي وتعرضت أمهات المعتقلين الأسبوع الماضي لحادث مماثل بعد الاعتداء عليهن من قبل حراسة السجن وبحسب بيان الرابطة فإن 85 من المعتقلين تم اقتطافهم منذ ثلاثة أعوام دون مصوغ قانوني وتم لاحقا إصدروا أوامر بالإفراج عن عدد منهم غير أنه يتم عرقلتها لأسباب غير واضحة وسط وعود المتوالية من المسؤولين بالعمل بالإجراءات القانونية مع المعتقلين وحملت رابطة أمهات المعتقلين بعدا إدارة سجن بير أحمد ووزير الداخلية حياة وسلامة جميع المعتقلين تعصفيا وطالبوا بسماحة لأمهات المعتقلين بالإطمئنان على أبنائهن بشكل طبيعي ومستمر والالتزام بالقانون في التعامل مع المعتقلين تعصفيا وعائلاتهم وحفظ حقوقهم كاملة كان ذلك في عدن أما في تعز فقد تعرض المقدم عبدالله مقبل أحد قيادة أو قادة سرايا لواء 22 ميكا لعملية اغتيال مع مرافقه محمد منير ظهر اليوم في شارع جمال وسط المدينة من قبل مسلحين يتبعون عصابة خارجة عن النظام والقانون ودع لواء 22 ميكا القيادات المعنية إلى القيام بواجبهم تجاه هذه الجريمة الخطيرة وكل الجرائم الإرهابية وتوجيه الجهات الأمنية إلى القيام بدورها على أكمل وجه وإلقاء القبض على القتلات وإيصالهم إلى العدالة كما أكدت قيادة لواء 22 ميكا المضي في درب استكمال التحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية والعصابات الإجرامية وتعزيز حضور الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة شرعت وحدات من ألوية العمالقة ولواء 20 مسنودة من قوات التحالف العربي في تأمين وادي المقصب وجبل المتيهة في منطقة البرح غرب تعز نعم وقال مصدر عسكر إن القوات تقوم بتأمين الوادي والجبل المحيطة به وستقوم بتطهيره من الألغام التي زرعها الحوثيون وكانت قوات الجيش قد تمكنت السبت الماضي من تحرير وادي المقصب وعدة سلاسل جبلية محيطة به بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثيين قتل فيها 25 حوثيا بينهم ثلاثة قيادات كما أحبطت وحدات من الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوث الإنقلابية في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في منطقة الجواعة بمديرة مقبنة إلى جوف حيث لقي ما لا يقل عن ستة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وجرح آخرون في معارك مع الجيش الوطني في جبهة المسلوب غربي المحافظة وقال مصدر عسكري إن معارك دارت بين الجانبين عاقب هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش في مناطق الغرفة والزرقة والسلان بجبهة المسلوب وأضاف المصدر أيضا أن الميليشيات كانت تخطط من وراء الهجوم للسيطرة على مواقع محررة في المسلوب غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن تمكنت قوات الجيش من صد الهجوم وإجبار المسلحين الحوثيين على التراجع والفرار حقوقيا وفي الجوف أيضا حيث اتهمت السلطات المحلية ميليشيا الحوثيين بتدمير 63 معلما أثريا ومدنا تاريخية بالمحافظة نعم وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالجوف في مؤتمر صحفي قال إن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن تدمير 1722 ممتلكا خاصا ومنشأة عامة خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2018 ومن بين الممتلكات والمنشآت التي تم تدميرها من قبل الحوثيين 32 منزلا و41 مدرسة و1500 مزرعة نعم وفي المؤتمر الصحفية دعا محافظ الجوف اللواء من العكيمي دعا المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني والحقوقي بالنزول للمحافظة والإطلاع عن قربع الوضع الإنساني المتدهور بالمحافظة بسبب الحرب التي فرضها الحوثيون وتدخل هذا الشهر عامها الخامس في الضالع جرت اليوم الاثنين عملية الاستلام والتسليم بين القائد السابق والجديد للواء الثلاثين مدرع بالمحافظة وتمت عملية الاستلام والتسليم في مقر اللواء في معسكر الشهيد عبداللطيف القحيف في مدرية قاطبة بين القائد السابق للواء العميد عبدالكريم الصياد والقائد الجديد العميد هادي العولقي بحضور اللجنة المكلفة من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لتسليم اللواء والتي يرأسها أركان محور أب العميدة عبدالله مزاحم وقال العميد العولقي إن بناء اللواء وترتيب وضع جبهة حمك استعدادا للانطلاق في عمل التحرير هي أولى مهمة إلى موضوع آخر حيث قال متحدث باسم الحكومة راجح بادي قال إن التهديدات الحوثية الأخيرة تمثل إعلانا رسميا بوفاة أي جهود سياسية تبذل لحل الأزمة في البلاد وأعلن الحوثيون مؤخرا عن مخطط لهم لسهداف العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبو ضبي حسب تصريحات أطلقها متحدثهم العسكري يحيى سريع مطلع هذا الأسبوع كما أضاف بادي أن التصريحات الحوثية ليست ناصلا فقط من اتفاق ستوكولم بل من العملية السياسية برمتها وأي مسار سياسي تحت أي غطاء سواء الأمم المتحدة أو غيرها وأشار إلى أن تهديدات الحوثيين تقضي تماما على اتفاق ستوكولم المترنح وعلى أي جهود يقوم بها المبوط الأممي الخاص إلى اليمن والمحاولات لتنفيذ ولو أجزاء بسيطة من هذا الاتفاق إذن تواصل ميليشي الحوثي الإنقلابية استعدادات لشن عمليات قتالية في الحديدة مع انقضاء ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد عادت خدمة الإنترنت في الحديدة بعد أن قطعها الحوثيون لأكثر من خمسة أشهر وخسروا خلالها مئات الملايين لكن عودة الإنترنت ليست مؤشراً واضحاً على نية الحوثيين إعادة السلام إلى مدينة الحديدة فلا زالت آلة الجماعة العسكرية تخرق اتفاق السوك هولم في كل المديريات الجنوبية والأحياء الشرقية للحديدة وبعد أن أفشل الحوثيون آخر تحرك أممي لإعادة الانتشار في الحديدة الأسبوع الماضي صعدت الجماعة من هجماتها العسكرية في التحيط وحيس والدريهمي والأحياء الشرقية لمدينة الحديدة وتواصلت التعزيزات العسكرية من المقاتلين والعتاد الذي تحشده الجماعة وسط تحركات حثيثة لبناء تحصينات وخنادق جديدة في قلب المدينة وأحيائها الشمالية مزقت الحديدة وحولتها إلى ساحة حرب تنوي الجماعة إطالة أمدها وعلى النقيض من ذلك تكتفي القوات الحكومية بالدفاع عن مواقعها في ظل الضغوط الدولية على السعودية والتي منعت حسم المعركة بمبررات ظاهرها إنساني وباطنها مصالح دولية وأرباح تجارية وأمام هذا الجمود السياسي والتعثر العسكري يدفع المدنيون في الحديدة فاتورة باهظة لتعليق المعركة ودخولهم في دوامة من النزوح والتشرد بعد أن حول الحوثيون منازلهم وأحياءهم لثكنات عسكرية أما الأمم المتحدة وفريقها الدولي فيكتفون بمراقبة الوضع من غرفهم الفخمة ويجنون ملايين الدولارات شهريا مقابل إصدار بيانات للقلق والتنديد كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد روكنا عبد مجلي أن خبراء إيرانيين يتولون تدريب عناصر حوثية في منطقة اللوحية بمحافظة الحديدة على ستاف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية نعم وأكد العميد مجلي وجود معلومات لدى الجيش عن وجود خبراء إيرانيين يدربون ميليشيات الحوثي على عمليات الاستهداف والتفخيخ من خلال عدد من الزوارق البحرية ذاتية الدفع على ساحل مدرية اللوحية شمال الحديدة وبحسب المتحدث العسكري فإن التدريبات تجرى بالقرب من جزيرتين تلوين والملك ومنطقة خور العلوي التي تتخذ الميليشيا من مزارعها مخابئة للأسلحة ومعسكرات للتدريب هذا وحذر العميد مجلي سفنة تجارية التي تمر في الملاحة الدولية من خطورة هذه الخطوة وطلبها بدوخ الحيطة والحذر خصوصا أن مثل هذه التحركات تنظر بكارثة إرهابية تخطط لها الميليشيات الإنقلابية دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي حضر موت حملة أمنية واسعة بموديلة سيئون لمنع حمل السلاح داخل المدن بهدف ضبط مظاهر الاختلالات الأمنية بالتوازي مع إطلاق مؤسسات مدنية وعسكرية حملات مناصرة وتوعية في ذات الاتجاه مساعي أمنية جديدة تطرأ على المشهد الأمني في حضر موت الوادي والصحراء وإجراءات عملية تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر حملة واسعة لمنع حمل السلاح داخل المدن حملة تأتي بعد أيام شهدت فيها سيئون اختلالات أمنية وعملية اغتيال طالت عسكريا في كتيبة المهام الخاصة وعملية اختطاف لمواطن بينما تعلل أجهزة الأمن ضعف أدائها بعدم تلبية الجهات الرسمية تزويدها بالإمكانيات اللازمة حقيقة أمن تنقص نحن أشياء وعيدة وهي الإمكانيات تأولا بمشكل عام عدم وجود إمكانيات عدم وجود السلاح يعني في مجموعة تقريبا تجند عندنا أكثر من ألف نفر لحد الآن لم تستمع ولا واحد من نستمع أي قطع السلاح كيف ما قدر أشغلهم ولا كيف أقدر أطلعهم في الزمات استمعون بطباتنا عم صحيح ولكن قطع السلاح ما فيك معهم واقع يفرض العديد من التحديات أمام عمل المنظومة الأمنية التي لم تر إلا وعودا متكررة بتمكينها فيما لم يتحقق على الواقع منها شيء وهو ما يثير تساؤلات حول المستفيد من بقائها بهذه الصورة كل أمال المواطنين أن تكون هذه الحملة الأمنية حلقة في سبيل استعادة دور الأجهزة الأمنية وانتشالها من واقعها بالتوازي مع إطلاق مؤسسات مدنية ورسمية حملة توعية ومناصرة في ذات الاتجاه على طاولة النقاش تحضر القضية المحورية والجزئية في الحالة الأمنية المتمثلة في ظاهرة حمل السلاح داخل المدن ضمن أرشة عمل ضمت مكونات اجتماعية ورسمية وعسكرية في حملة مناصرة أطلقتها مؤسسة بن حبريش للتنمية هذه الحملة جاءت إيمانا من المؤسسة بضرورة إشراك المجتمع المدني في معالجة القضايا الأمنية ولا شك أن وادي حضر موتو كما هو معلوم للجميع أنه يعاني من اختلالات أمنية وبالتالي جاءت هذه الحملة يتدشن لفترة قادمة تستمر لأكثر من شهرين بمدريتي سيئون وترين برنامج متكامل توعوي ثقافي والحد من انتشار السلاح قائمة من المحاور والمخرجات التي من المقرر أن تسهم في الحد من ظاهرة حمل السلاح وتأثيراتها على الحالة الأمنية في حال لو عكست بصورة ممنهجة على المجتمعات المحلية التي تشهد حراكا مطالبا بالحد من وطيرة الانفلات الأمني المتزايد عبدالله مؤمن يمن شباب حضر موت لم تكن مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها النظام صالح في الثامن عشر من مهرس من العام 2011 قد كشفت عن بشاعة النظام صالح بل أنها كانت أيضا تعبيرا وتجسيدا عن حضور مان الكرامة وإرادة الحرية في نفوس اليمنيين في مثل هذا اليوم من العام 2011 كان اليمنيون على موعد مع انهيار نظام المخلوع صالح بعد أن كشف عن حقده والسباحته لدماء ثوار فبراير بجمعة الكرامة بساحة التغيير في صنعاء الثامن عشر من مارس الذي صادف جمعة الكرامة في العام 2011 ويوم المجزرة الأبشع في تاريخ العنف والثورات فبينما كان الثوار يستمعون لخطبة الكرامة كان قناص المخلوع صالح يتم توزيعهم على أسطوح منازل مجاورة لساحة التغيير وفور انتهاء المصلين من أداء الصلاة بدأ القناصة في قتل شباب الثورة أكثر من ستين شهيدا ومئات الجرحة كانوا حصيلة ذلك اليوم الدامي جميع شهداء ماتوا قنصا تركزت عمليات القنص على العنق والرأس وتنثرت جماجم المتظاهرين وهي تهتف بسقوط النظام مر ثمانية أعوام على المجزرة لكنها لا تزال حاضرة في ذاكرة اليمنيين وباتت تشكل علامة فارقة في التاريخ اليمني الحديث من حيث بشعتها التي كشفت حقيقة النظام وطبيعته الإجرامية اليوم وبعد ثمانية أعوام من المجزرة يجدد اليمنيون تأكيدهم على أن تلك المجزرة وماتلاها من مجازر ستظل دافعا لهم في سبيل النضال والكفاح لتحقيق أهداف الثورة التي صعد في سبيلها الشهداء هذا وكذا ناشطون من ثواري فبراير على أن مجزرة الكرامة وماتلاها من مجازر ستظل محركا ودافعا لهم في سبيل النضال والكفاح لتحقيق أهداف الثورة كما أنها ستبقى منطلقا لرفض ومواجهة كل المتورطين في ارتكابها وحاجزا شعبيا لإفشال كل محاولات إعادة تأهيل وإنتاج القتل اليوم الذكرى الثامنة لجمعة الكرامة تلك المحطة الثورية التي ربما رغم آلامها ورغم قراحاتنا منها إلا أنها كانت منعطفا ثوريا تغييريا انتقلت الثورة بعده إلى مرحلة جديدة انضم الجيش الوطني والجانب الدبلوماسي والجانب البرلماني وبالتالي تعززت شعبية الثورة وكل المكونات الوطنية انخرطت بعد جمعة الكرامة فهي بحق منعطفا ثوريا تغييريا هاما في تاريخ ثورة الشباب الشعبية مثلت جمعة الكرامة بداية السقوط النهائي للنظام السابق إذ أنه في هذا اليوم حاول أن يهن من عزيمة الثوار وإضعافهم لكن هذه النقطة كانت بالنسبة للثوار بداية الانطلاق نحو تحقيق أهدافهم وأهداف الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم في هذه الجمعة أما النظام السابق فقد كانت هذه الجمعة بداية السقوط له وبحمد الله نحن نشهد مراحل متقدمة من بناء الدولة المدنية الحديثة وفق المبادرة الخالجية ووفق مخرجات الحوار الوطني إذن بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمجدرة جمعة الكرامة أقامت إدارة الأنشطة الطلابية في جمعة تعز فعالية يوم العلم احتفاءا بالذكرى السادسة لانطلاق الحوار الوطني تمر الذكرى السادسة لانطلاق الحوار الوطني مع دخول الحرب عامها الخامس على مدينة تعز غير أن أبناء تعز ما زالوا متمسكين بمبدأ الحوار كونه المخرج الوحيد للحل في اليمن الذكرى السادسة لتدشين الحوار الوطني في تاريخ 18 مارس 2013 أخذت جامعة تعز بأبنائها وعضاء التدريس وموظفيها أحياء لهذه الذكرى أحياء لمبدأ الحوار أحياء أن حل مشاكل اليمن لن يكون بالسلاح ولم يكون إلا بالحوار فأنا اجتمعنا اليوم في ساحة جامعة تعز في ساحة العلم حتى نصل رسالة للجميع نحن هنا لتعزيز هذا المفهوم لتعزيز هذا الجمع الذي اجتمع فيه كل طياف اليمنيين تحت مكان واحد بحادي يوصل الرسالة وخرج بمخرجات الثامن عشر من مارس 2013 مثل منعطفا تاريخيا هاما لليمنيين لو لا انقلاب ميليشيات على الدولة في العام 2014 قررنا اليوم تزامنا مع المؤتمر الحوار رفع العلم اليمني رمز هذا البلد في جامعة تعز تقسيدا للولاء والروح الوطني وأيضا دعما للشرعية والمخرجات المؤتمر الحوار الوطني اليوم وبعد مرور الستة أعوام على انطلاق الحوار الوطني أقامت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة تعز فعالية يوم العلم رفعت فيها رئاسة الجامعة العلم في ساحة الجامعة وأبنية الكليات والأقسام بالتزامن مع رفع الطلاب للعلم في الفعالية التي أقيمت في مسرح الجامعة مثل الثامن عشر من مارس يوما مفصليا في تاريخ اليمنيين ففيه انطلق الحوار الوطني وفيه أعلن الثوار عدم تراجع عن الثورة بعد أن سالت الدماء في جمعة الكرامة ثمانية عوام مرت على مجزرة جمعة الكرامة والثورة ما زالت مستمرة وفاء لدماء الكرامة التي يعتبرها الثوار منعطفا هاما في الثورة حيث أدت المجزرة إلى انضمام ألوية عسكرية وقيادات سياسية ودبلوماسية للثورة أضعفت النظام السابق الثامن عشر من مارس الذكرة الثامنة لجمعة الكرامة هذا اليوم الذي سبكت فيه الدماء البرية سبكت فيه دماء الشباب ستبقى هذه الذكرة في ذاكرة الأجيال ستبقى في ذاكرة التاريخ ستبقى مشعل نور للأجيال القادمة حتى نبني اليمن الجديد الجامع لكل انطهاف الشعب اليمن لم تكن جمعة الكرامة إلا نعشا للنظام السابق الذي عمد على الإغالي في دماء الثوار للقضاء على الثورة لكنها في الحقيقة كانت إعلانا صريحا من الثوار باستمرارية الثورة إلى أن أصبح شبابها حماة البلاد وحراسها في وجه الإمامة عبدالعزل سبحانه من شباب تعيس أحيط رابطة ساري الشهداء اليوم الوطنية لشهدي في مدينة مارب ليكون نقطة تحول إيجابية كحامل لواصية الشهداء لاستكمال واجب المرحلة وهو التحرير الكامل لليمن من ميليشة الحوثين الإنقلابية تخليدا للدماء التي أريقت في سبيل استعادة الدولة وكرامة اليمنيين أحيت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء اليوم الوطنية للشهيد في مدينة مارب احتشد هذا الجمهور بهذه المناسبة ليستعيد تفاصيل تلك الملاحم البطولية للشهداء وهم يتوقدون كفاحا وعزيمة وهبوا متجردين من اليأس والخضوع لمقارعة صلف الإمامة التي أطلت بقرونها المتوحشة من جديد مستغلة ظروف البلد ومخاضاته للإنقضاض على الدولة والاستيلاء على المدن وهدم المؤسسات انتقاما من النظام الجمهوري ستقوم الرابطة في هذا اليوم بمن درع الفداء لكل أسر الشهداء الذي قدموا من ثمانية شهداء من تسعة شهداء إلى أن نصل إلى أربعة شهداء ونأمل أن يطال هذا التكريم كل أسرة شهيد فكل شهيد هو فضل وكل شهيد هو فدال هذا الوطن وكل شهيد ضحى من أجل قيم نبيلة وغايات سامية ونحن في الرابطة لن نألو جهدا في أن ينال أسر الشهداء وذريهم كامل حقوقهم غير منطقصة مثلت تضحيات الشهداء حالة إلهام فارقة في مسيرة الكفاح الوطني وتشييد الدولة وفقا للقيم العادلة التي تضمن انخراط اليمن في معادلات التفاعلات السياسية على مستوى المنطقة هذا اليوم البهي الجميل الذي نحتفل به اليوم الوطني لأسر الشهداء أهني كل شهيد سفك دمه في ثغور في سفوح الجبال والوديان من أجل الدفاع عن شرف وكرامة هذه الأمة لم تنسى الرابطة تكريم أسر الشهداء فأسرة المناظر دومان من قبيلة الجدعان قدمت ثمانية من أبنائها في جبهة المخدرة بصرواح غرب مأرب وأسرة المناظر حميد عافية بالجوف هي الأخرى التي ضحت بخمسة من أبنائها تحت لواء الشرعية ضد الحوثيين الاحتفال باليوم الوطني للشهيد يسهم في تحويل آلام الفقد إلى أمل الغد سعيا في تحقيق القيم والمبادئ التي حملها الشهداء الأطهار فواجب الحفاظ على ما ضحوا من أجله مسؤولية الجميع عمر المقرم يامي شباب مأرب في موضوع آخر أكدت الحكومة التزامها بدفع مرتبات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في المحافظات الخاضعة لسطرة الحوثيين مشيرا في السياق إلى دفع الحكومة رواتب العاملين في القطاع لشهرين يناير وفبراير وذلك ضمن التزاماتها الوطنية والأخلاقية وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال لقائه في عدن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم الشرق المتوسط أحمد المنظري إن الحكومة تسعى للتوسع في دفع رواتب العديد من القطاعات الخدمية في كافة محافظات البلاد كما أشار عبد الملك لأن الحكومة تبدل جهودا كبيرة لتقديم كل ما يلزم استمرارية الخدمات العلاجية والوقائية في مختلف المحافظات رغم صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد أصدر محافظ تاز توجيها بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الصندوق النظافة والتحسين بصورة عاجلة والنظر في طبيعة العلاقة بين الصندوق ومشروع النظافة وذلك بعد أقل من أسبوع على تنظيم عمال النظافة احتجاجات للمطالبة بتسوية مالية وصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربع سنوات كما شدد المحافظ خلال الاجتماع الحكومي على ضرورة أن تقوم اللجنة المشكلة بإجراء مراجعة شاملة لمجمل الأوضاع الهيكلية والتنظمية لصندوق النظافة والتحسين ومعالجة جميع الاختلالات والمعوقات والخروج برؤية واضحة للارتقاء بأعمال الصندوق عبر آلية تتناسب وطبيعة الوضع الراهن وشمل توجيه إصلاح معدات النظافة المعطلة وصرف مستحقات تغذية عمال النظافة والاهتمام بهم كونهم يشكلون الحلقة الأهم داخل الصندوق وذكر المحافظ شمسان أنه تم التنسيق مع جهات دولية لدعم صندوق النظافة بوحدات متكاملة أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 166 يمنيا جراء إصابة بمرض الكوليرا في مختلف مناطق البلاد منذ بداية العام الجاري وسجل مكتب المنظمة في اليمن ما لا يقل عن 97 ألف حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة المسببة للمرض من بداية العام وحتى الرابع عشر من مارس الجاري نعم وبحسب إحصائية للمكتب فإن محافظة إب تصدرت عدد الوفيات بالجائحة الجديدة لوباء الكوليرا مسجلة 33 حالة وفاة من ضمن قائمة تضم خمسة محافظات كلها خاضعة تحت سيطرة المتمردين الحثيين وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدلات الوفيات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 5395 إصابة قررت شركة النفط في المهرة رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل ينظر بأزمة جديدة في المحافظة المضطربة منذ سيطرة القوات السعودية عليها وكشفت الوثيقة التي حملت تاريخ السابع عشر من مارس الجاري عن توجيه مدير عام شركة محسن بالحاف بتعديل سعر مادتي البنزين والديزل إلى 350 للتر الواحد واعتبر مراقبون أن ارتفاع سعر الوقود رغم أن إيرادة المحافظة أصبحت مخصصة لها يؤكد حالة من العبث والتلاعب بالمال العام في ظل سيطرة السعودية وحذر ناشطون من أن تسعيرة الجديدة ستفاقم الوضع الاقتصادي على سكان المهرة وتشعل موجة جديدة من الغضب والإستنكار الشعبي رياضيان دشن مكتب وزارة الشباب والرياضة في ساحل حضر موت وفرع اتحاد شطرانج دشن المرحلة الثانية من تصفية بطولة شطرانج لأندية الساحل وشارك في البطولة الثلاثة الأندية المتأهلة إلى النهائيات وهي أندية المكلة ووحدة المكلة والتضامن نعم وشهدت فعليات البطولة التي أقيمت في قاعة الفقيد الشاحد بنادي تضامن شهد تنفس المثير بين اللاعبين المشاركين كما أقيمت على هامش هذه البطولة بطولة أخرى لناشئين تحت سن 16 سنة وشارك فيها 12 لعب نية النشرة تابعتوا فيها اندلاع احتجاجات منددة بمقتل شاب تحت التعذيب في أحد السجون الحزام الأمليكي في عدن وإدارة سجن بير أحمد تمنع مهات المعتقلين من زيارة ذويهم اغتيال ضابط في اللواء 22 بتعز من قبل عصابة خارجة عن النظام والقانون كما تابعتم أيضا في ذكا الثامنة لجمعة الكرامة شباب الثورة يؤكدون عزبهم المضي في مسار التغيير وإفشال كل محاولات إعادة إنتاج وإنتاج القتلة نشكر لكم ماطمة المتابعة دمتم ودمر وطنبال في خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة